سيدات والسادة الكريمات والكرام الرجل المسؤول عن حماية الرقع الزراعية المصرية منورنا جوه الستوديو هو بنفسه مش مهندس سعد عامل رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية منورنا ازاي الصحة كله تمام المسؤولية الملقاة على عطق المهندس سعد ضخمة بفر لله وبتكلفات وتوجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة السياسية على الحفاظ على كل شبر من الرقع الزراعية والحرص الدائم على الأمن القوم المصري والحرص على الأمن القوم الغذائي حينو من المنطلق ده توجيهات معالي الوزير من اللحظة الأولى ادى توجيهات صريحة الحفاظ على كل شبر من الرقع الزراعية حينو الحفاظ على الرقع الزراعية فاندم لها عدة أفرع ليس منع التعدي فقط ولكن منع التعدي وضع الضوابط للحفاظ على الرقع الزراعية في مشروعات النفع العام وضع الضوابط لمشروعات المستثناء للمشاريع الخاصة الجزء الأخير اللي هو الخاص باسترداد المساحات جزء من المساحات التي تمت عد عليها في صورة المساحات المبورة والمساحات المتعدة عليها في صورة التشوينات بالإضافة أكمل بعليك الجزء الأخير اللي هو طبعا في ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدائم من القيادة السياسية على منع العشوائيات ووضع الضوابط للمساحات التي تم التعدي عليها واستحالة وصعوبة استردادها كالمباني اللي هي المتخمة للكتلة السكنية طبعا التعدي الركعة الزراعية له مرضود اقتصادي وثقافة وابتماعي على واحدة واحدة احنا هتشرح لي هذه الخطوات أو هذه المراحل أو الأفرع زيبا واحدة واحدة هدها للمشاهد وسيتخللها فصل الماء بعد شوية لكن جزء من ده والنبي ده سؤال بالنسبة لي مهم عشان أنا دخلت بيه خنق زمان من 6 سنوات تمام الأرض اللي اتبوارت أو اتبنى عليها لو أنا هديت المبنى اللي عليها ده ينفع عيد استصلاحة وزراعاتها هرد على ما عليك واحدة واحدة بحيث المشاهد توكل على الله يكون يستفاد من الحلقة وخاصة الجمهور العريض اللي هو خاص بيوسف بيل حسين الله يخذينك اللي هو بتعد حاليا من ضمن الخطوات أو الأدوات اللي هي المشاركة المجتمعية ومشاركة المجتمع في الحفاظ على الركعة الزراعية أول شيء تم وضع ضوابط وخطط تبقى لتوجهات معالي الوزير وبالتنسيق مع رئيس قطاع الخدمات تم وضع خطط لمنع التعديات على منع التعديات على ركعة الزراعية وبطريقة هدفها الأول شيء نمر واحد مشاركة كافة أجهزة الدولة في الحفاظ على الركعة الزراعية وليس أجهزة الزراع فقط نمر اتنين مشاركة المجتمع كله نمر اتلاتة بطريقة بطريقة بنسميها القوة النعمة اللي هي تمنع أو تقلل الاحتكاك مع الأمن مع المتعدي وبالتالي اتعملت خطة بنسميها لجان المنع نشكر القيادة السياسية ونشكر دولة رئيس مجلس الوزرة اللي وطد هذا بصدور القرار دولة رئيس مجلس الوزرة خمسمية تلاتة وتلاتين لسنة اتنين وعشرين اللي هو الخاص بلجان المنع اللي ترتب عليه قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجان المنع على مستوى المحافظات اللي تشاقب بهذه اللجان من القاعدة لجان من القاعدة حتى القمة في المحافظة هدف هذه اللجان منع التعدي على الركعة الزراعية وليس التعامل بعد التعدي منع التعدي وبالتالي بيمنع الجرم قبل وقوعه حلو للحفاظ على الركعة الزراعية وبالتالي بتقلل الاحتكاك مع المواطن وبالتالي ما يشكلش أزمة واحتكاك الدولة مع المواطن اللي هي هدف الدولة حفاظ على الركعة الزراعية والحفاظ على الركعة الزراعية من المتعدي نفسه أي بتحفظ الركعة الزراعية من صاحب الركعة الزراعية لهدف أن الركعة الزراعية هي مغزون أو رصيد الأجيال القادمة التي تمثل الأمن القوم المصري اللي هو بينعكس على الأمن القومي هذا كده يعتبر أول فرع ألا وهو الرقابة السابقة الحيلولة دون التعدي على الركعة الزراعية في مصر أنا هستأذن هو ده بقى اللي هتخلى لها فصل هستأذن هنروح للفصل ونرجع بقى نكمل الكلام في بقية الأفرع مع مهندس سعد عام الرئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية بعد إذنكم انتظرونا طيب واضح أن الوقت جاري بينا في الفصل ده كمان أنا قدامي تقريباً 3 دقايق لو أنا بالمظبوط كده آه قدامنا 3 دقايق في 3 دقايق دول عايز أكمل أو أخش بسرعة على كل الفروع اللي فضلة إحنا قلنا إنه إحنا نمنع التعدي 3 دقايق لبقية الحلقة آه أنت محتاج كتير تحفظها على رقعة الزراعية يعني أنت محتاج أيام لسبب هذه الحلقة تمثل لأ أنا عارف الأسباب التلت دقايق هيجروا ومش هنبقى قلنا حاجة لكن معناها إنه بسبب هذه الأسباب قلناها بسلال بقى فندوم لازم نيجي مع بعض بقى مرة تانية ناخد وقت طويل إن شاء الله قل لي بالنسبة للمنع بفضل الله وبفضل الكهداة السياسية وبفضل معالي الوزير وفضل كل الأجهزة الدولة ونتيجة التناغم حاليا ما بين أجهزة الدولة وصلنا النهاردة كمثال آخر بيان مبارح على مستوى الدولة المصرية التعدى على الرقعة الزراعية 19 إراط و22 ساهم تم استرداد أو تم الإزالة واسترداد 14 إراط يعني 5 على مستوى الدولة المصرية عندنا حوالي 19 محافظة صفر تعدي هذا هو نتاج قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والتكلف وتوجهات معالي الوزير في منع التعديات لسه بإذن الله أمنا خلال الفترة البسيطة وجاري التنصيق اللي احنا هنوصل صفر تعدي هنقفل حنفية التعدي على مستوى الدولة نقص حكتين اتنين اللي احنا بنجاء بننصق حاليا اللي احنا ندخل النجدة في استقبال التعديات على الروقة الزرائية باستكمال قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فاننا لو شفت تعدي هيتعمل أبلغ التعدي على وانت ماشي في الشارع العربية خبطيطك انت بتتصل مية اتنين وعشرين هل هذا أقل أو أخطر من التعدي على الروقة الزرائية دي يعني قيمة عالية جدا وبالتالي اختار طب انا بريح الامن في اللي انا بخطر اللي هو يشارك مشاركة الخط النجدة بريحه في الصدام اللي مترتب عليه في حالة التعديات طيب قبل ما اختب عشان الحتة اللي قلت لك عايز اعرفها بشكل عالي فلان الفلاني قرر انه يبور حتة الارض دي ويطلع له عمارة اربع خمس دوار فوسط ارض ازرائية كبيرة مش تكتل سكان دي اكيد كده هتتشال هيتعمل لها ازالة تمام صح كده ينفع تتزرع تاني بص يا فاند احنا التوجات معالي الوزير والخطة الممنهجة احنا في اطار المنع بندور على المنح او بمعنى الاصح تحديد وتهزيب المساحات التي تم التعدي عليها في فترة ضعف الدولة المصرية اللي كنا من سبب الاخوان الفئة ضل معروف نظامها وبالتالي لابد من فتح افاق اللي هو عمل الكردون او الحيز العمراني المدن والقرى والتوابع هذا التنصيق ما بين المحليات وما بين لجنة الحيز العمراني هتاخد مساحة كبيرة او من الكتل اللي تم مخالفتها واللي هي خاصة بقانون التصالح اللي هي المبنى المتاخم المرفق زي وبالتالي هنتاخد تلك المساحة اللي تم تعدي عليها فصور الكتل هتحوز هدف التحويز على اساس الدولة الجمهورية الجديدة حريصة في المرحلة الحالية بقيادة الرئيس اللي احنا بيتناغم مع حياة كريمة كيف اقوم بحياة كريمة ويوجد عشوائيات وبالتالي التهزيب حرص دائم وتوجيه من القيادة السياسية اللي انا الخطوة اللي عدت اعديها وبنهزب وبالتالي مش هنستفاد من تلك التعديات وبالتالي اهزبها على اساس احافظ على باقي الركع الزراعية وقف الحرفية ممنوع التعدي على الركع الزراعية مية مية انا عايز اشكرك وكده كده لازم انوعة بقى تبقى عادة فيها استفادة تقولي فيها كل المرحل والخطوات هذا الملف يا فندم حرص صنع وتكلفات كل اجهزة الدولة حاليا تناغم المحليات وتناغم الامن وبنتمنى باستغل هذا بفضل ربنا تفعيل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء وتفعيل دور العمد في منع التعديات على الركع الزراعية وخاصة في اللجان القاعدية حلو هم العمد بس يشدوا حلو هم أنا حبتي بفضل ربنا انا بشكرك جدا 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 بشواند سعد وكل الشوك للمهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي الزراعية بوزارة الزراعة نورنا وشرفنا دقيقة يكون موجود معاكو كريم رمزي بالمناسبة نحاول نعرف التارى الاهلي والزمالك هيعملوا ايه بكرة ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات